أعلنت هيئة الرؤية الشرعية لتحري هلال شهر رمضان المبارك في مملكة البحرين برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك وعليه فإن يوم الجمعة هو المتمم للشهر شعبان على أن تجتمع الهيئة الجمعة لتحري الهلال على سبيل الاحتياط الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذو جتقى والإيمان وبعد وحيث أن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان وحيث أن شهر شعبان لعام 1438 هجرية ثبتت قوله حسب تقاويم دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة يوم الخميس الموافق 27 من شهر أبريل 2017 وأن 30 منه يكون يوم الجمعة الموافق 26 من شهر مايو 2017 ومن المحتمل أن يهل فيه حلال شهر رمضان وحيث أنه لم يتقدم لهيئة الرؤية أحد يدلي بشهادته كما لم يتقدم أحد للشهادة برؤية حلال شعبان مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لهذا العام 1438 رقمة رائيه في الدول المجاورة وعليه فإن هيئة الرؤية الشرعية بمملكة البحرين سوف تجتمع بإذن الله تعالى في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس اللعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الجمعة ليلة السبت الموافق 26 مايو 2017 على سبيل الاحتياط لتحري لعية هلال شهر رمضان وتلقي الشهادات من داخل مملكة البحرين أو ثبوت في الدول المجاورة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم